اخي يا جماعة الخير المهم صار اللي ما كنت نتوقع حرفي في الحلقة اللي فاتت من تجديد السيارة سويت لي لستة بسيطة عشان اقدر اجدد فيها السيارة وعدل عليها بشكل منتظم اول خطوة كانت سحب السيارة لمكان العمل وبعدها محاولة تشغيل السيارة ولكن حصلنا فيها قروشة كثيرة بعدها ننتقل مرحلة غسيل السيارة وكشف جميع بدء السيارة من الصدمات ومن الاشياء الثانية وبعدها تغيير الزيت والكفرات الخاصة بالسيارة وبعد اتجاهنا الى فحص عمل السيارة وفحص برضو تبديلات الغير وحلقة اليوم راح تشوفون اختصار الثلاث ايام اللي فاتت حرفيا من الساعة ستة صبح الى الساعة 12 مساء وانا في الصناعية قبل ما نبدأ فيه مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع رابط متشر الجفيو الموجود تحت في الدسكريبشن اذا انت حاب تطلب وزيادة على كذا لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات والاكس جو على المقطع يا مساء الخير يا جماعة الخير كيف حالكم طيبين شغلنا الهندة لاننا بنروح نشتري بعض الاغراض وهنا المرسيد سواقف الله يعطيكم الف عافية قاعد يشوف كومنتات المقطع الي فات سامة ترى ما يحتاج رش بوية اتوقع بوية نظيفة تأكد كلمني محل تلمية قال صور لي وشغلت للإضاءة فل على البدي صار متكسر لكر اما بوية الوكالة موجودة للآن فشي مرة جميل الان راح اطلع الله يسلمكم ولساكو اشتري بعض الادوات عشان اقدر انظف الاماكن هذي واعدل بعض الاشياء خط منظف ومعالج وهذا يحطونه عشان يغذي نفس الجلد حق السيارة بقعد ناخذ الريش حق التنظيف لما كانت ضيقة ندورها هنا طيب يا جماعة الخير الحين راح ننظف الديكور الخاص بالسيارة كامل جبنا المنظفات هذي ها استخدم طيب هذه المنظفات راح نستخدمها واحدة حق معالجة اسطح والثانية حق التلميع وتنظيف والاماكن الضيقة وبرضو راح نستخدم الفرشة هذي وبعد ما ننتهي الله يسلمكم راح نستخدم زي ما تقول لوشن او دهون للجلد نفسه عشان ما يطلع محشف يطلع فيه لمعة ويعطي شكل كويس فرح نبدأ الآن شكل شي شو شو هناضا هنا لو صخت شكيف يروح شوف طيب راح نستخدم اجمعات الخير للطبلون اللي هو البخاخ هذا هذا حق الأشياء البلاستيكية الرش عليه رشة برضو نفس الحركة رشة 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 كذا شكرا للمشاهدة طلعني يا جماعة الخير اللي في الشنطة كله هذا حين لهم راح نفك هذي وبرضو راح نفك المكان هذا كامل شك كذا من هذي كلها راح تتغسل طيب يا جماعة الخيرة عندنا زر سبورت هنا ورهم تحا سيد شوف زر سبورت شوف ما ينضغط ها اجيب كل وزني ما ينضغط نجرب هل هو بينظفه أو لا والله ما ينضغط مرة ما ينضغط مرة يا ويلي والله يا هم صد ايوه 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 هل تهل 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 بيلي زيادة ايوه زر سبورت بيليր زيادة طبعا بعد توصيات منكم واحد كتب لي في الكومنتات ساما وحط هذا في التانكي راح ينظف لك البخاخات ونجرب الحيل التانكي ربع خليته طبعا هذا هو التانكي خليته ربع وتوني صاب هذا اللي قبل شوي وإن شاء الله عاد أنه ينظف البخاخات يوخر التفتف اللي فيه صباحا خير يا جماعة الخير ساعة سبع الصبح وحربيا ما نمت شي مرة ما نمت شي نمت ساعة واحدة بس توني صاحي راح ننطلق منطقة الخرج إلى الرياض بإذن الواحد لحل صراحة من راشد بس لأنه اللي بيخويني وبعده نمسك الطريق الله يكون في العمان جبت معي مويا وراء عشان لو ارتفعت الحرارة أو شي لا تكون معي مويا عبيها وبإذن الله أنا ما تصير لأشياء هذه لأنني ما أنا قادر أتكلم والله العظم ما أنا قادر أتكلم وجهي تو وصاحي ولكن شو يفوه أحتاج أني أتكلم الآن فأدري أن يكون في اختباراتكم اللي في اختباراته أتمنى من المولى عز وجل أنه يوفقكم في اختباراتكم بإذن الله طيف يا جمعة خير قلت لكم يا راح أمرار شفح هاي حال شغل حال عبي إذا العشاء أي والله مرينا على عدة كهربايين الحين حنا في الرياض وصلنا بشبكم مرتفع حرارة الأمور زينا مرينا على عدة كهربايين ما يعرفون يشتغلون للشبح استغربت الله فالحين قاعدين ننتظر واحد يجينا وبإذن الله أن يعرف يشغل بإذن الواحد لحد خيرا حصلنا كهرباي قال بيشتغل ولكن قال تحتاج أيام كثيرة عشان تشي يشتغل أهو فراح نشوف وإن شاء الله كل شي تمام بإذن الواحد لحد وراح أحط لكم برضو اسم الوعي الشاح جمعت خير فك على البت فيوزات قاعد يشيك على الفيوزات برضو عشان كذا قلت لكم ما أبغى أدخل في أي شي يخص الكهرب شوفوا طلع كل شي موجد هنا حرفيا من إلا من إنا من إنا من إلا طلع فتعالوا مريكم الشنطة هنا برضو الشنطة شغلة شغلة حوسة مو شغلة بسيطة حرفيا كيف الشغل معاك الشيخ بشرق زين الحمد لله كل شي تمام إن شاء الله بتزين قريبا بإذن الله شوف التقنية الألمانية من زمان محدسين شايف الكنترولات وحاجات هذه من زمان من قام المدالات التسعين يا ولد هذه مو موجودة الحين في 2020 والله العظيم إن الهندة معاي مو موجودة ولا فيها من الشاشات والمراتب والأشياء هذه ألمان سيبقين جيلون على طول أي والله الورشة هذي وين فيها يا الشيخ؟ الصناعية القديمة وين بالضبط؟ شارع منتزة الشارع إيش؟ المنتزة المنتزة اسم الورشة؟ بتحل الأمن رح نبحثها كمبيوتر ورح نشوف كل شيء لم فيها تفتفة ما ندري الكمبيوتر رح يكشف كل شيء فننتظر الشخص بس يجيب القطعة ويفحصنا إياها الكمبيوتر يبحث جميع السيارات إننا نبي السيارة هذي في كل السيارة كلها كلها من أولها لآخرها ولكن اللي يفرق بس القطعة اللي تشبكين ها اللمبة الحمرة دي خوفت إيش معناها اللمبة الحمرة؟ سبع مشاكل 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 قطعة خالية مرة خالية كم الكويل؟ جاء الكويل عند الرجال فعطني شاشة 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 لا خمس و خمسين طيب تبيع طيب عدني رقم الزبون ها شو رأيكم مشروح وحميد مستر بنو والله لو في دام قوي على التجديد حربيا باخذها آه بداية تكسير ودفة عندك رقم الزبون قديمة مرة مرة قديمة مرة 12 سرندر هو عالي هذا مين نظر شو الدخل شغلاني واش الشغلانة لعلة سهلة يا رجال كلها تيك 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 سهلة يا رجال باين سهلا خليه على الله. باين اوشي. صباحنا هادي. هادي كيبا عدلناه مكان ركب صح مكان ما وصقب صح. بعدين هنا تحت كله بيلعب ضب ضفك. خليه على الله. بإذن الله بإذن الله لأمور زينة. قرق عليها. معت الخير والله الألمانيين سبقونا بكل شيء. نظروش دراكسون هنا. شوفوا خليلنا كهرب. من هنا حركة? نشوف. والله سبقونا بكل شيء يا ساتر. حضر الله سلمكم سبعة وتسعين ثمانية وتسعين. ما تخيرين? سبعة وتسعين ثمانية وتسعين. طلعوا سيارة الفخمة دي. شيء مرة جبار. شوفوا تحريك مراتب. نظرو. وهذه الحال. وهذه الحال. وهذه الحال. وهذه اللي فضل الحال. شوفوا. نظرو حرك دي الحال. شوف. نوالي الفخامة. حرفيا يا جماعة الخير والله العظيم كني ما أمشي. يا أخي الألماني يا ساتر. والله العظيم يا ساتر يا الألماني. حرفيا. ايه? فرق بين سيارتي وفرق بين ذي. مرة. بسم الله بالخير يا أهلين سهلين. كيف حالكم بشروا عنكم طييدين. الله يسلمكم يا عرب. طيب. اليوم اليوم الخامس. رح نروح التشاليح. وراح نشوف أشياء نقدر ناخذها للسيارة. ونركبها عندنا. يعني مثلا. يعني مثلا لوارا ستاير. أشياء كثيرة. لأن قطعها حرفيا. ما قدرنا نحصلها في أي مكان. نادرة القطع حكتها صارت. مادرش السالفة. ما حد عنده شبح في سعودية. وليش بالضبط. وإذا في محل محلين يبعون. ما في كثير. يصيرون يضربون بالأسعار ضرب يا ساتر. ضرب ضرب مطبيعي. رح نطلع لان امر راشد وبعدها نطلع على تشريح حائر. داخلية مختلفة. خي يا جماعة الخير. المهم. صار اللي ما كنت متوقعة حرفيا. الزيت. بعلمكم الحين تواعني. الزيت يا جماعة الخير خلط معه موية. إذا خلط مع موية في يوم شوف حصوها كانت مبرد. قالوا لا مبرد زيت المكينة. أو رأس المكينة. يوم برد زيت المكينة يا رأس المكينة. في واحدة مثلتين. صار لي سلمكم رأس المكينة. دورت مكاين. انحست. انا ادري ان يتأخرته. لكن كنت ادور مكاين. ولكن شفت المبالغة عالية. مكاين المرسد عالية مرة. والله هالأظيم عالية مرة. ما دعي ليه المبلغ هذا كله على مكينة. ولكن اتوقع انه تستاهل الشيء هذا. قررت قرار. اني راح اطلع للامارات. اجيب لي مكينة. مو نفسي مكينة. لاني ما راح اركب اي شيء. لا 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 لا. لازم اركب شيء ما ركويس. ومو من هناك من الامارات اقعد يومين ثلاثة. اعدل في السيارة. ارفع قوتها. اعدل كل شيء داخل السيارة. من قطع. من الى اخر. حفيظ. اي شخص في الامارات. يعرف التشاليح. يعرف السكرابات. اه يتواصل معي ضروري. ضروري. لاني جايكم قريب. بس مكلم واحد من الشباب. يشوف لي جمس. وبعده بطلع. من الخرج. لالامارات. الف ومئة كيلو. ممكن او الف ومئة كيلو. بس الموضوع اتوقع يستاهل. اني اقطعها. واجيب. مكينة. مو اي مكينة. انتظرونا في الحلقة الجاية. مثل ما اقلت لكم. اذا اي شخص موجود في الامارات ويعرف في السكراب. اتمنى ان يتواصل معنا. وان شاء الله القادم اجمل وافضل. واشوفكم فما الله في حلقة جديدة. سلام عليكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة